تأثر العراق بملف الغاز والطاقة بينه وبين إيران برأيك هل احتكرت إيران اعتماد العراق عليها من ناحية تجهيز الغاز والطاقة الكهربائية وما مدى أهمية كسر هذا الاحتكار حتى ولو محاولة التعامل مع دول عربية أخرى كأن تكون قطر على اعتبار أن قطر تحول أو لربما تعطي أوروبا غاز الآن وغاز طبيعي وليس مصاحب كما هو في العراق طبعا السؤال الأهم بأنه هل العراق فعلا بحاجة للغاز الإيراني أو إذا ما أراد أن يستقل أو يفك الارتباط عن إيران يلجأ إلى دول أخرى أعتقد بأنه الإجابة تكون من داخل العراق العراق لديه الإمكانيات لديه موارد الطاقة الحقيقية وإن كانت غير مستثمرة في محافظات الجنوب والغاز المصاحب أنا أعتقد بأنه المشاريع مشاريع الاستخراج ومشاريع إنتاج الغاز الطبيعي في إقليم كردستان من الممكن إذا ما صب عليها الاهتمام وحظيت برعاية بغداد والتعاون مع حكومة إقليم كردستان من الممكن أن يعوض إقليم كردستان وغاز إقليم كردستان احتياجات العراق لكن هذه القضية في أبعادها الاقتصادية أعتقد بأنه العراق قادر على أن يعتمد على نفسه فقط بل أكثر من ذلك أن يعوض الدول الأخرى أو يصدر الغاز الطبيعي بعد أن يحقق الاكتفاء الذاتي لكن هذا السؤال القديم الجديد وهذه القضية التي دائما ما تستجد هل هذه القضية هي ببعدها الاقتصادي فقط الجواب بكل صراحة الجواب لا هذه القضية هي قضية سياسية ونعتقد بأنه اعتبار إيران توريد الغاز الطبيعي إلى العراق هو بمثابة أمن قومي إيراني وهذا ما سمحت به الحكومات المتعاقبة والأطراف الموالية لإيران والقوة السياسية التي تحرص على المصالح الإيرانية قبل حرصها على المصلحة الوطنية العراقية هو ما دفع إيران ووضع إيران يعني تعمل وتحاول أن تبتز الحكومات وتحاول أن تضغط على الحكومات في كل صيف نحن نشاهد بأنه إيران تقطع توريد الغاز الطبيعي على الرغم من أنه موارد إيران أو البنى التحتية في توريد الغاز الطبيعي هي أيضا بنا متخلفة بنا قديمة كثيرا ما تتحجج إيران بحاجتها الداخلية للغاز الطبيعي عندما تقطع الغاز في كل صيف خلال الأعوام الماضية لكن المؤشرات والتقارير الاقتصادية تقول بأنه أنابيب الغاز هي أيضا تعاني من أزمات وتعاني من مشاكل حقيقية في نقل الحصص ونقل الكميات الكبيرة التي يحتاجها العراق بالتالي أنا أتصور بأن هذا القرار قد اتخذ عراقيا أعتقد بأن الحكومة السابقة حكومة سيد مصطفى الكاظمي قد اتخذت قرارا استراتيجيا فيما يتعلق بفك الارتباط عن إيران عندما وقعت عقدا مع شركة توتال إينارجي عام 2021 فبالتالي أتصور بأن القرار قد اتخذ عراقيا لكن يبقى تنفيذ هذا القرار وإمكانيات الحكومة على تطبيق هكذا قرارات وهكذا إرادة حقيقية على أرض الواقع وتصور بأن المسؤولية الآن هي في عالم حكومة سيد محمد شاع السودان